عبر حاجة وستين سنة اللي هنقوله ده هو استعراض اللي حصل في المجتمع العربي وتحديداً في مصر عبر حاجة وستين سنة من يوم تلاتة وعشرين يوليو كان يوم أربعة تقريباً اتنين وخمسين لحد النهاردة أؤكد لحضرتك أن الفقرة دي ما فيهاش أي إساءة لأي نظام عد على مصر لها نشتم في النصريين مش إكراماً الحقيقة للنصريين خالص ولا هنشتم في السادات ولا هنشتم في مبارك لكن اللي هنقوله لك في كابسولات صغيرة هو استعراض للي حصل عبر حوالي حاجة وستين سنة نبدأ من أول عبد الناصر عبد الناصر الحقيقة نظام عبد الناصر أغرق المصريين في كراهية الكيان الصهيوني وعاشت الجماهير تحلم بالقضاء على هذا الكيان نظام عبد الناصر اكتسب شعبية طاغية من مقاومة الاستعمار والإمبريلية العالمية وعداء إسرائيل وكان لفظ الحرب هو الأكثر انتشاراً وقت الزعيم جمال عبد الناصر زي ما نشوف كده إننا ننتظر المعركة على أحرم الجمب ليعرف العالم إن الجند العربي هو المقاتل الشجاع الباسل البيان البحري لعمل مقدمة لعمل حربي وستصدى الأمة العربية كلها لأي عدوان أقول لمستر ويلسون قوات الطوارئ لن تعود الملك حسين يعلن إسرائيل قد تبدأ العدوان بعد أيام عبد الناصر يقول هذه الخطوة ستملأ الأمة العربية كلها بالثقة ده كانت الجرايد ده نموذج صغير من الجرايد وقت حياة أو فترة نظام الرئيس الراحل عبد الناصر كانت الجرايد كلها بتتكلم على المعركة الحرب الأغاني كلها بتتكلم على الحرب ولعل الشعار كان لا صوت يعلو فوق صوت المعركة نشوف بعد كده نظام السادات نظام السادات أغرق المصريين في الأحلام بعد توقيع التطبيع بين مصر والكيان الصهيوني لكن المصريين ما نسيوش أبداً إن فيه طار بيننا وبين الصهاينة إنما المصريين حلموا مع السادات بأنهار العسل واللبن بعد التطبيع ولم يكن عسل ولم يكن لبن وكان مصطلح السلام هو الأكثر انتشاراً وساد الفساد زي ما هنشوف كده ده نموذج من جرايد السادات أو قبل التطبيع السادات يبدأ رحلة السلام إلى القدس من هنا مصطلح السلام أغرق مصر حاجة واربعين سنة ده جرنال إسرائيلي بيرحب بالسادات بالعبري وبالإسرائيلي وفضت مصر بكل شيء عن السلام مدينة السلام معركة السلام محمصت السلام جزارة السلام مصر كلها بقت السلام جاء بعد كده نظام مبارك نظام مبارك أرسل آلاف من الشباب عشان يتعلموا في الزراعة في الأرض المحتلة على يد حفنة من صعليك أوروبا الشرعية الصحف المصرية وقتها وأنا شاهد على ده كانت دايماً تنشر أخبار عن معجزات زراعية حصلت في الكيان الصيوني في المستعمرات ويجيبوا مواطن إسرائيلي شايل أكبر كساية أو أكبر بدنجناية أو أكبر طمطماية ويقول لك المواطن ده اسمه إلي أي حاجة وزرع ده في مستعمرة كذا شوف الدقيق الموضوع ده كان بيتنشر في الأهرام وفي الأخبار وفي الجمهورية وكانت دي مقدمة لأنه شبابنا يروح يتعلم الزراعة على يد حفنة من صعليك أوروبا وكان مصطلح إسرائيل هو البديل لمصطلح الكيان الصيوني أو الأرض المحتلة وانتشرت المبيدات المسارطنة وتأكلت الأرض الزراعية في مصر وساد الفساد زي ما هنشوف كده الزراعة تحشد فلاح الإصلاح لمبايعة مبارك ضماناً للأمن الزراعي الجملة دي انتشرت قوي جملة الأمن الزراعي بعد سبع تلاف سنة زراعة تلاتين مهندسة زراعية مصرية يتعلمنا الزراعة في إسرائيل ده أيام مبارك عدت الأيام وحصلت ثورة 25 يناير وظهرت أنظمة عربية جديدة الحقيقة بمباركة جزء من الشعب بدأ يظهر نظام محمد بن سلمان والسيسي بدأ الاتنين دول يظهروا في المشهد وبدأ المشهد يبقى الحقيقة مشهد قاتم جداً نظام السيسي هو أول نظام الحقيقة الحقيقة غير كل المفاهيم وأخذ أكتر من خطوة وراء أعلن السيسي ولأول مرة في أمريكا عن ما يسمى بصفقة القرن واقترض السيسي مئات المليارات من الدولارات وعاش الشعب المصري في ضنك مقصود ومتعمد عشان بعد كده لما تيجي صفقة القرن يتم تسوية القضية بمجموعة من التعوضات ويكسب المصريين مجموعة من المليارات وياكل المصريين والعرب من لحم شهدائهم ويشربوا من دمهم على حساب القضية وهنا تنتفي ما يسمى الحقيقة بفكرة الوطن العربي والأمة العربية وكان مقصود أنه يتم استبدال العدو الإسرائيلي الأزلي اللي تزرع في المنطقة بأعداء جدد منهم ده مؤامرة تركية قطرية لإفشال الانتخابات في ليبيا مسؤول ليبي آخر يعني مؤامرة تركية قطرية إيرانية على سوريا فضيحة سناء الإرهاب مؤامرة تركية قطرية خبيثة على الشباب التونسي مؤامرة قطرية تركية جديدة بفبراكة تحقيقات اختراق الوكالة القطرية الحقيقة أصبح إسرائيل أو أصبحت إسرائيل مش عدو وأصبح الأهم استبدال إسرائيل عدو الأزلي بعدوين أو تلاتة جداد قطر، تركيا، إيران وبدأت الناس تتكلم على العدو المرعب قطر اللي عايز يشتري مصر والعدو الأكثر رعباً تركيا والحقيقة ده كان مقصود من نظام بن سلمان بن زايد السيسي لاستبدال إسرائيل كعدو بعدوين تانيين قطر وتركيا